مباراة دور التوم النهائي من كأس الجمهورية والتي دارت وقائعها بملعب اول نوفمبر بيتيزيوزو بين اتحاد ابن دوالة مفاجأة هذا الدور وضيفه ملودة قسنطينا انتهت صالح الزوار بهدف دونارت في مباراة عرفت حضورا جماهيريا كبيرة من كل الفريقين البداية جاءت سريعا من طرف الزوار مخالفة بوزوار حوالها الحارس بن نوفلا بصعوبة للركنية دلتها محاولة المهاجم براهمية وقراته مرت ببضع سنتيمترات على اطال حارس مرمى بن دوالة ليعود بعدها نفس اللاعب وفي الدقيقة الرابعة والعشرين يتمكن من فتحه باب التسجيل بعد انفراده بالحارس بن نوفلا مهديا فرح عارما لجمهور الموك رد الزوار جاء متأخرا وتسديدة العربي شريف وجدت الحارس كيال بالمرصاد الشوط الثاني بسط فيه اصحاب الارض سيطرتهم ولكن بديون جدوى تسديدة اكدومي على اطمام الحارس كيال بمدع سنتيمترات ثلاثة هأسية مجبور التي جانبت القائم الايمان للحارس نظن على همهم سيطرنا على المقابلة وقدرنا نصيرها ما رغم السعوبة احنا الهدف الرئيسي تعنا هو السعود الى الانترليج انشاء الله والعام الجاي نعود نقول انشاء الله باكثر باكثر ليعلنا بعدها الحاكم بوخالفة عن نهاية اللقاء بتأهول صعب لموليد قسنطينة افرح كتير اللاعبين والانصار على حد سواء ونتيجة تجعل عناصر الموك تنتظر قرعة الدور الربوع النهائي بفارغ الصبر لعلها توقعهم في موجهة الغارم التقليدي السنافر وإقساء بشرف لفارق ابن دوالة بين الدور الثمون النهائي وهو الامر الذي يعد تاريخيا في حد ذاته ما جعل انصار الفارق يهدون الورود للعبين تقديرا لهم على مجهوداتهم إن شاء الله هم بعتندر نطر أبجيكتف للاكسسيون إن شاء الله لاني برشان ونشكر كامل الله بين اللي ديرو لأدو مباراة الحمام ترجمة نانسي قنقر